زلازل متتالية بقوة 7.3 و 7.4 و 8.1 درجة ضربت منطقة جنوب المحيط الهادئ واعقبتها عشرات الهزات الارتدادية العنيفة اجبرت الاف الاشخاص في نيوزيلندا على اخلاء المناطق الساحلية واستدعت صدور تحذيرات من امواج تسونامي في انحاء المحيط الهادئ لكن سرعان ما الغيت اوامر الاخلاء في العديد من جزر جنوب المحيط الهادئ ما سمح للسكان بالعودة الى منازلهم بعدما زال على ما يبدو خطر تعرض هذه المناطق لامواج تسونامي كبيرة الغت الوكالة الوطنية لادارة الطوارئ التحذيرات من تسونامي في جميع انحاء البلاد ما يعني انه يمكن للناس الان العودة الى ديارهم وكان تهديد التسونامي تسبب في اختناقة مرورية وبعض الفوضى في نيوزيلندا حيث سرع الناس للوصول الى مناطق مرتفعة بعدما توقعت السلطات امواجا تصل الى ثلاثة امتار لكن لم تر التقارير عن خسائر بالغة من الصعب ان لا نشعر ان بلدنا يعاني من الحظ السيء عندما يكون لدينا زلزال وتحذير من تسونامي في ظل وباء وعلينا مواجهة كل ذلك في يوم واحد وضرب اقوى زلزال مسجل حتى الان على بعد الف كيلو متر قبالة سواحل نيوزيلندا حسب ما اعلن المركز الامريكي لرصد الزلازل وسبقه زلزالان عنيفان ايضا في تتابع زلزالي عنيف غير مألوف حتى في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ حيث تتصدم الصفائح التكتونية